تحية متجددة مشاهدنا مرحبا بكم في محطتنا لمعرض الصحفة نستعرض وإياكم أبرز عن من الصحفة الإخبارية الصادرة وأبرز اهتمامتها لليوم الثالث من شعبان 1445 13 فيفري 2024 والفداية مشاهدنا ستكون بجريدة المساء الجزائرية والتي نطالع منها خبرا على علاقة بالعلاقات الجزائرية الموريتانية على صدر صفحتها الأولى كتبت الجريدة رئيس الموريتاني في زيارة إلى الجزائر قريبا الرئيس الجزائري هنأ هاتفيا الرئيس بترشحه لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي نطالع أيضا إشادة من البنك العالمي بالجزائر ونطالع من الجريدة البنك العالمي يشيد بالنمو الاقتصادي للجزائر نطالع أيضا من نفس الجريدة العدوان الصهيوني على رفاح جريمة ضد الإنسانية كما نطالع أيضا مشاهدين الاجتماع الذي قام به الرئيس الجزائري وخالص إلى دعم مالي وبشري لوكلة الفضاء الجزائرية من المساء إلى العربي الجديد التي نطالع منها آخر وأبرز التطورات في قطاع غزة خاصة في مدينة رفاح التي شهدت غارة مركزة على المدنيين مجزرة رفاح الاحتلال يمعن في الإبادة هذا العنوان نطالعه من العربي الجديد إذن مجزرة رفاح الاحتلال يمعن في الإبادة في إشارة إلى الغارة المركزة على مدينة رفاح خلال اليومين والثلاث الماضيين في إشارة وفي مؤشر قوي على قرب اجتياح بري للمدينة كتبت الجريدة سقوط أكثر من مئة شهيد في قصف مركز طال المباني السكنية والمساجد برفح الاحتلال يعلن تحرير السيرين ونتنياهو يتمسك بالحرب سبيلا وحيدا تقول الجريدة أكسيوس نقلت كذلك خبرا مفاده أن وفدا إسرائيليا توجه للقاهرة المصرية للمشاركة بمفاوضات الاتفاق اتفاق التهدئة وتبادل الأسرة تل أبيب تطلب مساعدة الأمم المتحدة لإجلاء المدنيين من رفح قبيل اجتياحها بر كما نطالع من ذات الجريدة مقالا مطولا عنونا به هرب من الموت إلى الموت في إشارة إلى موجة النزحين من رفح التي تهرب من الموت وتلتقي به عند المعابر والمنافذ وطرق العبور التي خصصها الاحتلال الإسرائيلي لكنها مفخخة حسب الجريدة لم يعد أمام المهجرين إلى رفح يقول المقال أي مكان يتوجهون إليه وباتوا محشورين بين البحر والجدار الحدودي المصري وقوات الاحتلال التي تقتلهم وتقتلهم بالقصف تمهيدا لإجتياح تلك المنطقة المكتذة بالهاربين من الموت إلى الموت تفاصيل هذا المقال تطالعونه من على صفحتين 18 و19 ومن العربي الجديد نمر إلى القدس العربي والتي تحدثت هي الأخرى عن آخر وأبرز التطورات في قطاع غزة مذبحة إسرائيلية في رفح مئة شهيد وتدمير منازل ومساجد جثث ممزقة تسلمتها مشافي المدينة وأهال فقدوا أطفالا رضعا في رفح في التطورات الميدانية كتبت الجريدة القسام تقتل عشرة جنود إسرائيليين في خان يونس أما في التطورات السياسية التي صاحبت الإعلان الإسرائيلي عن اجتياح بري وشيك لرفح فنطالع تصريحا لبوريل قال فيه أو حظ فيه حلفاء إسرائيل على وقف تزويدها بالسلاح وحكم قضائي في هولندا يحضر إرسال قطاع غيار F35 إلى إسرائيل في التباحث السياسي وتطورات السياسية دائما أمير قطر يحث أو بحث مع الرئيس الفلسطيني سبل وقف العدوان في التطورات المصاحبة لحرب الإبادة المتواصلة تل أبيب تحدثت عن استرداد اثنين من الرهائن والجثث ملأت ساحات المشافي في رفح تقول جريدة القدس العربي وغارات على شكل أحزمة نارية تستهدف المدينة حركة نزوح صوب خان يونس المدمرة نمر إلى جريدة الشرق الأوسط الآن والتي نطلع منها إسرائيل تريد دورا أمميا في إجلاء رفح في إشارة إلى الخطة البديلة التي أقرتها إسرائيل لمواجهة الضغوط الدولية تلويح أوروبي بعدتها النظر في تسليح إسرائيل ومصر ذكرتها بأن الحفاظ على السلام يجب أن يكون متبادلا في إشارة إلى التهديدات المصرية بتعليق اتفاقية السلام أو كام ديفيد في حال ما إذا أقدمت إسرائيل على اشتياح رفح في السودان تحذيرات جديدة من موجة نجاعة في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد نمر الآن مشاهدين إلى جريدة النهار اللبنانية والتي نطلع منها أيضا إسرائيل تصاعد معدلة الاستدراج باستهداف المدنيين في رفح ذكرت الجريدة أيضا جريدة النهار أن إسرائيل استعادت رهنتين وسط قلق دولي على السيناريو الذي قد يكون في رفح بعد خان يونس نقلت أيضا الجريدة تصريحا لبوريل تساءل فيه بالقول الإجلاء من رفح إلى أين إلى القمر يتساءل بوريل في إشارة إلى الرفض المطلق للمجتمع الدولي لأي عملية عسكرية في رفح بقطاع غزة ونطلع أيضا من جريدة الأخبار اللبنانية أمريكا تواصل المراوغة الحرب باقية الجريدة أرادت الإشارة إلى الموقف الأمريكي المتذبذب وغير المفهوم من اجتياح رفح في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية ونختم مشاهدينا من جريدة الرأي الأردنية والتي تناولت الزيارة التي يقوم بها العاهل الأردني إلى واشنطن الملك لبايدن الحرب على غزة يجب أن تنتحي مشاهدينا كانت هذه أبرز عنوين الصحف الإخبارية الصادرة للنهار اليوم والتي حاولنا أن نرصد لكم من خلالها آخر وأبرز التطورات وكذلك التفاعلات من على الجرائد العربية حول ما يحدث أكيد الصباح نيوز زلزل مستمرا ومتواصلا يبقوا معنا